تجربتك مع شريهان بدأت أمتى؟ تقريباً دي أحلى تجربة يعني أحلى تجربة أحيي شريهان دي سخة دي كمان سخة كبيرة جداً جداً شريهان رجعت بصوري بعد فترة طويلة كانت الناس مش مش شايفاها كتير يعني ما كانتش موجودة كتير في الفن بعد توقف شريهان أيوة هي متوقفتش قوي بس هي ابتعدت شوية ورجعت وانت بتتكلم عشان الصورة واخديني الصورة هنا شريهان اللي هو فيها يعني انتوا هنا كنت قصد فيها الأمل الحياة العودة كل انت قتيدة صح وطالما انت لما تشوفي الصورة تقدر تقص فيها بكلمات هذه الصورة اللي بتاعني لها قيمة مش بس جمال يعني هنا شريهان فيها كمية طاقة إيجابية وطالع من الصورة أصلاً دي الصورة اللي بتساوي بالنسبة لي فلوس شريهان لما جات وهي بتتصور دا كان موجود جواها ما برضو انت لما توقف قدام شريهان انت عايز تطلع دا وهي لازم يكون جواها دا طبعاً هي تبقى عايز تطلع الإحساس دا بس أنا كمان أنا اللي بعرفها أخد الإحساس دا ما هي دي إزاي انك انت تقدر يتخلي الفنان القدامك يبصلك النظرة دي أو يعمل الرياكشن دا نجمة كبيرة زي شريهان اللي هي بقى يعني ملكة التصوير كله والإحساس هل انت ساعات بتوجيهها ولا هي بتستنى توجيه ولا هي اللي بتبدأ برياكشن وانت بتصور يعني مين اللي بيقود مين ممكن هي تبتدي الرياكشن وأنا أصلحه بس شوية بنزويتي عشان أنا شايف الكاميرا بس هي عندها برضو الخبرة هي عارف تقريباً أنا شايف إيه بس أنا دايماً ببقى شايف حاجة في دماغي عارف حاطة كيووردز حاطة مفاتيح كده للشخصية عايز تطلعها الصورة دي انتو قصدين فيها أبيض وسود شريهان لبسة أسود ويعني فيها نظرة فيها حاجة فيها قوة يعني أقولك مثلاً إيه عشان تقوي وانت بيبصي على صور شريهان ممكن أقولك الكيووردز بتاعتها ايه بالنسبالي أنا ممكن كل فنانك أقولك كده يعني شريهان بالنسبالي هي رويل هي فيها طاقة إيجابية رهيبة مش محدش كتير يقدر يقع ويقوم تاني ويكمل ويقع ويقوم تاني ويكمل فعندها طاقة مش صراعية فانت رايح معجب بالمشوار أصلاً طبعاً ما تديك طاقة فبحطيلك معاني معينة بتطلع في الصورة أصدت إيه بالمراية المراية ليها يعني هي وزلها هي ووجودها يعني في الوقت ده ما كانتش لسه لسه رجعت لنا بالفن الحلو اللي هي عملية كنت بحيث دايماً في كذا صورة ليها مع المراية كنت بحيث أنها دايماً في صراع ما بين شخصيتين قدامي شخصية اللي أنا عارفها بتاعت شريهان اللي كانت موجودة وفوزير وكده وشخصية تانية لسه عندها فن مطلعش بس الاتنين موجودين ففي صورة كمان تانية في المراية ممكن تشوفيها هتلاقيها فيها نفس المعرضة هنا صورة كمان هنشوف نفس الحكاية بيبقى بيبقى الجو يعني هنا بهجة بقى هي هنا مبهجة هنا مبهجة قوي ده بتاع رمضان ده دي برضو هتلاقيها كلمة من ينفع تنطبق على شخصية شريهان هي مبهجة جداً شريهان دايماً والفوزير ورمضان هتلاقي ناسك بتبتسمي أول ما تشوفيها